بغض النظر على حجم وعدد الطعون أكيد أن المحكمة الدستورية في المدة التي ممنوحة لها وهي سبعة طبعا أيام لكي تعلم أن قلنا على القائمة الرسمية أكيد ستدرس كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالطعون وأيضا ملفات التي طبعا تتعرض المحكمة الدستورية للبت فيها وأكيد أن هذه العملية ستكون أيضا متزامنة لا ننسى أيضا أن هناك تسخير كبير للإمكانيات سواء المادية والبشرية وحتى نضيف أن المحكمة الدستورية ستستعين أيضا بمجموعة من القضاة لكي يكون عمل متكامل مع أعضاء المحكمة الدستورية ومع كل طاقم المحكمة الدستورية لإنجاز هذه المهمة بأحسن طريقة وبأسرع طبعا في حدود المدة الزمنية الممنوحة لها وكما تعلمين أيضا أن المحكمة الدستورية لها صلاحيات يعني منحت لها صلاحيات كبيرة وهي طبعا تحظى باحترام وتقدير الجميع وفي كل الحالات من يكون له طبعا حق سيعلن عليه والمحكمة الدستورية طبعا لديها الحيادية التامة والموضوعية لكي تدرس كل ملف على حداء والقائمة التي سيعلن عنها لن يكون هناك أدنى شك في أنها هي القائمة التي تستحق خوض الانتخابات الرئاسية القادمة اشتركوا في القناة